حرام هذا توجيهه الفقه اما ما يتعلق بي شنو تحريم الحلال اللي من اوضح مصاديقه شنو الواجب اوضح مصاديق الحلال شنو بالمعنى العام الواجب هل يحق له اي للولي ان يحرم واجبا وهذه مولانا من اعقد المسائل الفقه سيد الامام قدس الله نفسه واقعا هو يسهل لنا اموره من الناحية الفقهية ومن الناحية التطبيقية نعم استعمل ولايته وشنو حرمنا تذكرون شنو حرم الحج والحجم يعد من اركان يعني من ما يبنى عليه الدين مو تقول حرم لي شي هام شي ثانوي لا 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 ابدا بني الاسلام على خمس ومنه شنو الحج باتفاق كلمة علماء المسلم هذه شنو توجيه وحرم ذلك وكانت مخالفته شنو ها حرم شنو اللي بذاك الزمان اللي يعتقد بولاية السيد الامام هو يروح الحج حجه شنو لا مو باطل ليش لان الامر بشي لا يقتضم نهي عنه او النهي بشي لا يقتضم امرا كذا هذا ما يبني على ذيك المسألة مهم ارتكب حراما ولكن ارتكاب الحرام هذا الحكم التكليفي مو بالضروري يلازم الحكم الوضع هذا بحك بحث اخر الان احنا بحثنا في الحكم التكليفي انت من رحة الباطل سويت حكم شنو وضعي الان خليه الحكم الوضعي ذاك بحثه الاخر سؤال بينك وبين الله واحد يقدر يحرم الحج شنو هذا توجيه شنو الفقه توجيه الفقه ما هو توجيه الفقه اعزائي الاحكام الشرعية وهذا باب من ايضا من الابواب المهمة ومن مفاتيح عملية الاستنباط خلي شو اي ذهنك يمي وان كان وقت ضيق اذا تذكرون في باب التزاحم الاغيون ماذا قال قالوا يقدموا الاهم على المهم ولكن كل الابحاث الاصولية مالتنا من تأتي الى باب التزاحم الذي اسس له المرزى تجده في الامور الفردية يعني شنو؟ يعني انه انت الان دخلت المسجد اصلي لو ازيل شنو؟ النجاسة لو شفت واحد ده يغرق وارد اصلي اذا اخلصه انقذه ما ادري كذا لو شفت اثنين ده يغرقون واحد عالم واحد جاهل او ما ادري واحد كذا واحد كذا او ده اشوف شو رأيت امرأة انت تغرق الان اذا اريد انجيها فيلزم منه شنو؟ اللمس واللمس حرام شرعان فانقاذها اهم لو اللمس الى اخر فانت عندما تدخل الاصول المتعارف مالنا تجده قال التفت الى النكتة قال كلما تزاحم واجبان او واجب وحرام او حرامان يقدم ماذا؟ الاهم على غير الاهم خب سؤال اذا لزم من تطبيق بعض الاحكام لزم التزاحم فيها فهل تقدم او لا تقدم؟ يعني اذا احنا طبقنا وجوب الحاج يلزم منه اثر اذا منعنا وجوب الحاج يلزم منه ماذا؟ اثر اخر فهنا هل يدخل في باب التزاحم او لا يدخل في باب التزاحم وهذه بعد مو قضية فردية قضية مرتبطة بمن؟ بالمجتمع الاسلامي تشخيص الاهم والمهم في عالم التطبيق الم الموكول الموكول الى الفرد الموكول الى الحاكم الى الولي الى المرجع الى من عرف حلالنا الم الموكول هو اللي يقدر يشخص ماذا؟ خب بينك وبين الله اذا هذا معارف بزمان من يستطيع ان يشخص الاولويات او لا يستطيع؟ من الذي يستطيع ان يشخص هذا اهم ماذا؟ من هذا تطبيق هذا اهم من تطبيق هذا الجواب اعزائي في جملة واحدة وهي ان الفقيه في عصر الغيبة اعطي الصلاحية تقديم بعض الاحكام على بعضها بحسب عالم الاهمية ولكن لا بلحاظ فردي بل بلحاظ اجتماعي مرتبط بالمجتمع وهذا معنى قول السيد الامام قدس الله نفسه ان الاحكام الولائية عند التزاحم تتقدم على الاحكام الاولية عجيب شنو يعقل ان الحكم الاولي اولي اولو حكم ولائي متغير يتقدم على حكم شنو ثابت اولي يقول مو معنى يتقدم بمعنى يلغيه ينسهه لا يتقدم في عالم التطبيق الان انت في الجبهة مولانة الصوم واجب الصلاة واجبة وعشرات الاحكام واجبة والدفاع عن الارض والدفاع عن الوطن والدفاع عن القيام ايضا شنو واجبة فاما يقدر مسكيني جاهد واما يصلي وشنو يصوم شنو قل تقول له والله الدليل ورد ان الصلاة لا تسقط بحال اما ما عدنا ايش دليل بالجهة فانت ايه في الجبهة وتعشل يقول له والله التأكيد اللي وارد على الصيام لم يرد عدنا على شنو حفظ شنو مترتيان من الارض افترض المعركة على شنو ها يا خالي اخضوا يا مشكلة يعني شنو قيمتها عدنا ثلاث ملايين متر كيلومتر مربع قيعات هزا ميتين كيلومتر الو مش دنيا تغرب يعني هذي من يعين الاهمية والاولويات من يعينها ها اذا جعلتها فردية ها كل يبحث عن مصالحه الفردية ومن حقه شنو علاقتي بالاخرين انا اما الذي ينظر الى المنظومة الكاملة هو يقدم هذه على تلك ولذا هاي العبارة المعروفة عن سيد الامام قدس الله نفسه ان حفظي النظام في الجمهورية الاسلامية من اهم الواجبات يعني شنو بابا اصلا هو مو انثبت واجب حتى يصير شنو اهم الواجب ها الجواب جملة واحدة يقول نعم اذا نظرت اليه على مستوى فردي فهذا النشاء شنو ما اما اذا نظرت على مستوى ماذا الكيان انتو شوفون الاثار هذا الوضع الذي حدث في هذه الثلاثين عام بينك وبين الله قبل ثلاثين عام اصلا انت تسمع اسم التشيع اسم مدرسة اهل البيت اسم الاستبصار اسم اصلا تسمع انت اصلا والله من تروح في المكان همات ينا تنزع ما بتك تخجع ولكن الان هذا الكيان هذا الكياب ماذا جاء حسنا مارد اقولها لا سمح الله انا كل ماذا يحدث هنا احنا موافقين وهم يقولون هم مسؤولين يقولون اذا الكفتولي اعزائي هذا الني هي التي تعبر عنها بتحريم الواجبات ومنه ينفتح الباب خلي ذهنكم ومنه ينفتح الباب الى ان الولي طبعا مو مطلق الولي ها الى ان الولي مو فقط يحرم الواجبات بل في بعض الاحيان يوجب ماذا بحسب شنو ها بحسب التزاحمات التي يشخصها ولكن لا في تحريمه الواجب ولا في ايجابه الحرام مودة يتصرف في الاحكام الاولية ها مودة ينسخة ابدا ثابتة ولكن يقف زمنيا اذا في قبال جنو في قبال تطبيقها تتمتها تأتي والحمد لله